انا مهاجرة مغربية بالدير السويسرية والاسبانية هاد سيد اولا تعرفت معها دي شي مدة طويلة يعني ودي الحومة انسان كبيبر اجي يمكن فوق ربعة وستين او لشنو كيعرف الواليد ديالي هو قلي انا كنعرف الواليد ديالك وهو صديق الاخ ديالي صديق الاخ ديالي يعني صداقة انه هو كيجي للمدينة كييعرض على الناس كيبيل لهم انه انسان مزيان وكل شي قال لي اطلقاني قال لي انا غنحل واحد المشروع راها شفته وهذا هدا را خسني را بديت فيه خسني الفلوس الاخ ديالي راحب بالفكرة انا قلت الاخ ديالي ياسين واش كتعرفهم زيان قل ياراه الله يعمر هادران الناس كلهم كيهضروا عليهم زيان جال عندي طلب مني تسعود المليون مشي تانويه لاغد ليه البنك اخرجت ليه الفلوس اعطيتهم ليه حسبهم في امان الله وحفظيه وما كنت طلبت منه تشي ضمانه جال اخ ديالي قلي يما هل موتو الحية في الدنيا طلبي ولا وغي شيك عايت له في التليفون استجبل المشروع قلت له اخو يا را همان عارف نموتانا ولا هدا قال لي او اخه شنو جاب لي الشيك فيه تسعود المليون مشاه الوقت انا كنصافر كنجر نشوف الوليد الله يرحم هذا بتوفيه طلع ينزل عليها الرحمة مني جيت عاو تاني كان ذاك الوقت ديال كوفيد قال لي راح بس ليه المشروع ما هالله يخليك الى قدرت تزيديني واحد الخمسة ديال المليون ذاك شي اللي درت انا قلت بديت بديت في الاجر ارى نكمل وجاب لي الشيك ديال خمسة ديال المليون السيدي اعطيته داز سانة حل مشروع دياله كل شي شكر انا مهنتي وقفتي معايا هذا عندي حتى واحد الفيديو انه النهار اللي حل مشروع بالفضل ديالك ما ها بيش حليت هات المشروع بالفضل ديالك شوفي هانتي شنو درت شنو درت واخها سيدي ما كانت مشكل كان عاونوه جاو واحد المود دوق الياغي غانخدم غانبدا نحيد في الدين ديالي داز شهرين تلت شهور سيد موالو بقت كانت تصل به كانت تصل عاد مك يعطي مليون الاخ ديالي بواحد ما شقة النفوس عاو تاني قلت شهرين تلت شهور عاد عاو تاني عطاه المليون التانية يعني عطاه جوجد المليون موهي ما انا كوليس كان عيط عليه كان نصفت له في الواتساب ما كبقاش كيرد جد علي مت pockets بشي حاجة جيت في الصيف جيت في الصيف موشيت ل عنده تلت دار وكان الفوق وكان المحل المحلول قلت لي فليشنو قال لي يا صفي اه غاندير انا وياك وعد بالمي الصيف ديال السنه الماضية ديا السنه الماضيه دا الشهر السبعة دار معا ياش انا نحيد من الرقب ديالي انه وعطاني جوجد المليون مشيت أنا وياه درنا أنا وعد بالدين مشينا قالي زينا في المقاطعة وفي كل شي هنت يا مهار غنعطيك راغي صبر عليا جاو واحد لمود قطع عليا التليفون أنا كانت تصل بي كان سيفت ما يسجد قطع التليفون إحنا غن تفاهمه إحنا غن ديره إحنا غن ديره ما كان لما فهمه لأولو طريت أنا نطلق نعلمه قطلوا لما كان شر نحط هذا الشي عند المحامة هو غي دير الإجراءات غيبدأ في الإجراءات رغم ذلك أنه إنسان دير الحومة وتفهمت بزاف دير الحويج جات لعندي واحد جارة ديرهم والأخت ديره كتعرف حنا المغاربك الله يشد لك في الوالدة الله يرحم الوالدة نحنا مزوجين فيك هاد سيدة جارتهم مشينا تقابلنا في قهوة بني بقي نقاسين في القهوة بدينا بدأ وشافوا الأوراق كاملا شافوا الشيكات شافوا كل شي يعني الأخت دياله هادي اللي مشات جات غي تأكد أنه دك شي بالصح قلت لي أشوفي يا مها ما قدري تشي حاجة دابا راه شهر تسعود إحنا خوتو غان بدأو نعطاكو حاجة بشوية بشوية رحمت بالفكرة لأنه لم أبغيتش مشاكل وأنا معروف علي لها هبتي دابا لمدينة معروفة ما ها أشنو كاتسوا في المدينة شهر تسني شهر تسعود عشرة حداش تناش ما كين تشي حاجة ولا أحد سأل على ليسين ولا عليا أنا ولا لتشي واحد طريت مشي عند المحامي هبطت مشيت عند المحامي أستاذ القاديري كين في الشارع أعطيته الميلف باش صاف يبدأ لي في الإجراءات يبدأ في الإجراءات مهم طرح واحد المشكلة أنه لمدفعت الشركات البنكة ديالي مشيت مشيت وعاو تاني من سويسرا للرباط تذكارة ديال الطيارة أنت عارف كيفاش تمن ديالهم باهد وآلي وروتور يعني خدي تغيق أيام ثلاث أيام باش نجي نصوبها ذاك الورقة ونرجع ذاك شي اللي درت دفعتها أخويا لا ما كين تشي حاجة جيت عاو تاني مشيت سولت اتصالت بالمحامية دفعه البوليس داروا المحضر ديالهم توصل فيه البوليس مشيت لقيت الميلف عجب دوه واخا سيدي دفعناها بتلهم الله يخليكم واخا احنا غنديروا البحث ديالنا غنفعلو غنتركو ولا ولا إجابة كين ما كين تشي حاجة جيت مرة خرعه وثاني احنا كان جي وكان سولو سيد كين في الدر دياله ما كيخرش من الدر دياله يعني متأكدة من هاد المعطيات كين في الدر ديالهم ما كيت ولولدرجة أنا عندي اوديويات كيقول يا راه دار عمره ما كنقدش نظر معاك مني خرج الميل في المحاضرة اللولى داروا عاو تاني للوكيل صاحب الجلالة المحامي مني دار الوكيل صاحب الجلالة جاوبهم بعدم الاقتحام دار ديالهم يعني علمتهم هو في الدار وكل شي عدم اقتحام ما عرفتش أنا على السبب السيد موجود وعدم ما عرفتش السبب هضرت مع البوليس احنا كان يمشي ونديروا البحث ديالنا ما بليناش ما هذا ما هذا عندي اوديويات انو كيقولي انا غنخرج ومشي للمحامي غنتكلم معاه علاش بغتي المحامي لا غدير شي حاجة غديرها معايا انا ما غديرش تدير المحامي لا داعي المحامي رغم ذلك صفت له الرقم ديال التليفون ديال المحامي انا غندير معاك حولول ره لحد الساعة ما كينتشي حل يعني كيخرج كيخرج منطاك اه كي بكلامه ها ما عنده اوديويات باقي مشجلين انه كيخرج كيخرج قالك في الليل كيخرج في النهار لدرجة انه قالك كتفو ضره ومشى تلط بيب دات الاخت دياله تلط بيب وجد ما فهمتش كيفاش ما كينوالو اذا تدابك تلوية تفعيل الميستارة من طرف الامن 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 دابا ديالحسان ومالي عندهم هاد القضية ومشيت ما هي ما مرامجوش كيقولوا لي احنا كان خرجون بحثو ولكن انا ما نكربش عندي عندي تساؤلات كتير انا كان تاقف الامن الوطني وكان انتاقف في السلحم وشي تبارك الله عليه والرجال دياله ولكن هاد القضية خذت اكتر من وقتها وبدون نتيجة هو كيدحك علي كيتتصل بيها وما اوديوية عندي ما يقدرش يخضر انا غنمشي عند المحامي يعني دونك انتا مني غنمشي عند المحامي كتخرج هو بفمه بعترافات بفمه بقى عندي وما كينتا شي حل انا بغيت يتسرع ويدخلوا الجمعيات ويدخلوا البوليس يديروا خدمتهم ورهجوا الشيكات وبقي ما كينتا شي حاجة وحنا كنعرفو ان هالإنسان انه لا يدفع شيك يعني يغيب ما عفشنو بسرعة كيلقوا عليها القبض ما فهمت شان هاد السيد علش باقي قلس وباقي كيدحك على ناس بزاف وانا ما ندخلش لك الناس أنا ندخل فراسي يعني كين مبالغ كبيرة في الشيكاس وكين في السلوك ومورور واحد المدة زمنية لي ما شي سهلة يعني خس المستارة تفعل خس المستارة تفعل بعض القضايا اللي فيها المبالغ صغيرة ورغم ذلك وتفعله وضغيال لقاء القبض على هاد المتهم و كنشوف انا في القضية ديالي كينتا ماطل يعني رغم أنني واخد محامي أستاذ كبير رغم أنني بنت حمتهم الناس كلهم شاهد اللي اللي تلقيتهم دبرة الناس خورين دخلوا قالوا لي مها يحاول تفاهمي معاه وخغب شوية قلت له موخ ماشي مشكل يعني أنا كنت أي حاجة ولكن رغم لقيت تشي غي وعود كاذبة يعني ما عندو السيعدات لتسويات لا لا كي هضر مجرد كلام ولكن بشي بين شي حاجة ما كيناش مجرد كلام ومجرد اوديويات رغم عندي لاب غيتي نحطهم نحطهم غي أنا غمشي عند المحامي علاش غمشي عند المحامي لكن تسويات هتكون بناتنا واخا أنا غندير المستحيل أنا غنفعل وما كينتشي حاجة كسب الوقت او عندو يد خافية الله اعلم لك تهبط لي هاد الميلف كين بزاف تتساؤل هو من عائلة كبيرة عندو اخواتي في فرنسا في لندن عندو بناتو ما شاء الله خدامين في الديار الكندية او مع انا يعني الشغي بنتو كنت سيفت لغي 5000 درهم كل شهر أنا مساعدا ندير معهد ولكن يعطيني رزقي يعطيني فلوسي أنا ما درت غير الخير هاد سيج عندي بوجه والله يرحم الوالدين وكان عرف الوالد وصديق الاخ ديالي وكل شي ولكن في الاخر غير مجرد كدوب يعني كدوب 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 هاد شي اللي لحت كنت مستعدة ولكن دبق أنا كان طالب الحق للا 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 تاخد لي حقي بغيت شرطة تدير الخدمة ديالي تاخد لي حقي لان بزاف هاد شي بزاف وكان طلب كان طلب منسي الحموشي انه يفعل قضية ديالي انني مهاجرة مغربية كان نجي كان ناخد طيارة وكان مشي راح فلوس كتير اللي حطيت غير الطيارات ولا ولا شفت شي حاجة غي قليلة ولا شفت ها ولا ديال حوما كل شي شاهدين وان اللي كان طلب ان يكون تفاعل في القضية ديالي كان طلب من الرجال الحموشي والأمن الوطني انه عندي تقا كاملة فيهم عندي جميع تقا وكان طلب غير تسريع في القضية ديالي لان اني ما كان جيش بزاف وكان طر ان اخد طيارة فالنهار ولا في يومين ورجع هاد شي بزاف عليا هاد شي اللي كان تمنى من جميع أخوتي المغاربة والأمن الوطني وحتى الجمعيات اللي غيرتفاعلوا معايا انه يكون رأي عام وان هاد القضية تفاعل بسرعة اشتركوا في القناة